موسيقى مشاهدين اهلا بحضراتكم منذ قليل اصدارة وزارة السياحة والاثار بيام بشأن ما اثير على بعض مواقع تواصل اجتماعي قولت ساقط احجار الهرم المنحني للملك سنافرو بمنطقة اثار دهشور وتدعيمه بصلبات حديدية اكد دكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار ان هذا الامر عاري تماما من الصحة ان الهرم امن ويتم زيارته بشكل طبيعي كشف ايضا ان الهرم لا يوجد به اي انهيارات وانه بحالة جيدة ويخضع للصيانة والاشراف الكامل من قبل المجلس الاعلى للاثار لافتا ومؤكدا على اننا حراس تاريخ مصر وحضارتها واوضح ايضا ان الصلبات الحديدية والموجودة بالهرم ليست جديدة حيث قامت الادارة الهندسية بالمجلس الاعلى للاثار تثبتها في الزاوية الشمالية الغربية للهرم منذ مايو 2014 تحت اشراف المنطقة الاثارية ذلك حفاظا على هذا الجزء من الهرم وتدعيما له التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الهدف المرجو منها حيث يعد الهرم واحدا من اهم المزارات السياحية بالمنطقة الاثارية حاليا خلونا نعرف حضراتكم بالملك سنفرو اكتر الملك سنفرو هو مؤسس الاسرة الرابع في عصر الدولة القديمة او عصر بنات الاهرم والد الفراون الشهير الملك كوفو صاحب هرم الويزة الاكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم حكم مصر لفترة زمنية طويلة قدرها البعض حوالي 24 عام والبعض 30 عام متذهب البعض واعطاه فترة حكم بتبلغ 48 عام مرة تانية اشار دكتور مصطفى وزيري الامين الاعلى او العام للمجلس الاعلى للاثار الى ان الشكل المائل للهرم بيعود الى طريقة بنائه في عهد الملك سنفرو حيث تم بنائه من الحجارة بزاوية مائلة بالنسبة الارض بتقدر من نحو 55 درجة في البداية ونظرا لارتفاعه قام المهندس بتغيير زاوية الميل لتصبح 43 درجة مما قدر ظهوره بهذا الشكل المنحني المعروف لحضرتكم ناشد اخيرا وزارة السياحة والاثار مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي ضروري التوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الاخبار والتي قد تؤدي الى بلبلد جنهور المواطن لكن توضيح وزارة السياحة والاثار بيان بشأن ما اثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تسوق احجار الهرم المنحني الملك سنفرو منطقة اثار دهشور وتدعيمه بصلبات حد الدية انا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا الدوم من في المزيد وإلى اللقاء